أكدت الجامعة العربية أن إعلان بولفور يأتي بهذا العام مع استمرار نكبة الشعب الفلسطيني ومعاناته وحرمانه من حقوقها حيث يتعرض لجريمة إبادة جماعية منذ ما يزيد على العام في قطاع غزة وفي الدفاة الغربية المحتلة أيضا وطالبت الجامعة العربية مجلس الأمن والمجتمع الدولي وجميع الدول الفاعلة بتحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل لوقف العدوان الإسرائيلي وإلزامها بإدخال جميع المساعدات الإنسانية التي تلبي احتياجات أهالي قطاع غزة داعيا بريطانيا وجميع الدول التي لم تتخذ بعد هذه الخطوة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية دعما للسلام وفق رؤية حل الدولتين مؤكدة أن السلام الشامل والعادل والدائم له طريق واحد عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ العام 1967 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقا لمقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية